قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ فهذه أربع علامات على فوز الإنسان متى اتصف بها؟ كان حينئذ من الفائزين الناجين من الخسارة أولها الإيمان والإيمان يشمل جميع الأقوال والاعتقادات والأفعال التي ترضي رب العزة والجلال ولذا لا زالت كلمة أهل العلم في تفسير الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ثم ذكر جزء من أجزاء الإيمان ألا وهو العمل الصالح فإن الأعمال الصالحة جزء من أجزاء الإيمان فهذا من عطف الخاص على العام والعمل الصالح يكون كذلك متى كانت النية خالصة فيه لله لنيل الآخرة وكان العبد فيه سائراً على طريقة الشرع مهتدياً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما الخصلة الثالثة فهي التواصي بالحق والتواصي بالحق جزء من أجزاء الأعمال الصالحة والمراد بذلك دعوة الخلق إلى الله جل وعلا ودعوة الخلق إلى الله من أحسن الأعمال قال تعالى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين وقد أمر الله جل وعلا بالدعوة إليه قال سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومان من المشركين فكل من كان سائراً على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسر عليه في الدعوة إليه جل وعلا والدعوة إلى الله لا تقتصر على أن يكون الإنسان ملقياً للمحاضرة أو ملقياً للدرس العلمي بل الكلمة الطيبة وصف معالم دين الله ترغيب الواحد من الناس في عمل صالح من صدقة أو صلاة أو وتر أو كلمة جميلة أو خلق فاضل هذا من الدعوة إلى الله جل وعلا ومن التواصي بالحق وأما الخصلة الرابعة وهي جزء من الثالثة فهي التواصي بالصبر فإن الصبر جزء من أجزاء الحق الذي يتواصى به ترجمة نانسي قنقر